كل سنة وانت طيب وقابل ميت سنة جملة بنسمحة كتير وخصوصا يوم ميلادنا وحضرتك تحب تعيش كم سنة ستين سبعين ولا مية في موسوعة جينس للارقام القياسية اكبر معمر في العالم واحدة ست من فرنسا اسمها جين قلمنت عاشت مية اتنين وعشرين سنة ورغم ان فيه راجل في اندونيسيا قصر الرقم ده ووصل لمية ستة واربعين سنة لكن عنده مشكلة ما عنده شهادة ميلاد فلم يعترف به في موسوعة جينس اما بالنسبة للانبياء عليهم السلام جميعا لا يمكن تحديد اعمارهم على وجه الدقة لكن المشهور ان سيدنا ادم عليه السلام عاش الف سنة وسيدنا نوح عليه السلام عاش تسعمية وخمسين سنة وسيدنا ابراهيم عليه السلام عاش ميتين سنة اما موسى عليه السلام عاش مية اتنين وعشرين سنة وسيدنا عيسى عليه السلام رفع وهو عنده تلاتة وتلاتين سنة وسيدنا محمد عليه افضل صلاة والسلام مات وهو عنده تلاتة وستين سنة تفتكر حضرتك اليهود تمنوا يعيشوا كم سنة وَلَتَعْلَمَنَّا أَيُّهَا الرَّسُولِ أن اليهود أحرص وأشد الناس رغبة في الحياة أياً كانت هذه الحياة حياة ذل أو استعباد أو مهانة وهم في ذلك أحرص على الحياة حتى من المشركين الذين لا يعرفون حلالاً ولا حراماً ولا يظنون بالحياة بعد الموت فإن الحياة الدنيا بالنسبة للمشرك هي النعيم الأكبر كان المشركون يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون فهم لا يؤمنون لا بالبعث ولا الحساب وصف امرؤ القيس وهو من شعراء الجاهلية حب المشركين للدنيا فقال تمتع من الدنيا فإنك فاني من النشوات والنساء الحساني يتمنى الواحد منهم أن يعيش ألف سنة من شدة حرصه على الحياة ولا يبعده هذا العمر الطويل عن عذاب الله شيئاً إن عاشه والله بصير بما يعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها بما يستحقون من العذاب الحرص على الحياة غريزة بشرية عندنا كلنا لكن نجد عند اليهود أنهم أحرص الناس على حياة وينضحوا بكرامتهم وبكل شيء ونجد أن حرص المؤمن على الحياة يختلف تماماً عن حرص الكافر على الحياة نجد أن المؤمن اتخذ الحياة طريقاً للآخرة فتمتع بما أحل الله ولم يخفل عن الآخرة أما بقى الكافر صارت الحياة منتهى همه وأمله ونسى أن هناك آخرة وباختصار شديد الدنيا للمؤمن وسيلة وللكافر غاية ملك المسلمون الأوائل الدنيا ولم تملكهم فصارت الدنيا لهم خادمة وماذا عنه؟ لهثنا وراء الدنيا وراقدنا رقد الوحوش فصرنا للدنيا خداماً جاءت حياة نكرة زيادة في تحقيرها فإن اليهود أحرص الناس على حياة وإن كانت حياة بؤس وشقاء حياة ذل واستعباد ومن أمثال اليهود المشهورة الحياة وكفة ولأن الأعمار بيد الله ولا فعلاً للإنسان فيها فتأتي عمر دائماً مبني للمجهول سأل رجل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله فاللهم اجعلنا ممن أنعمت عليهم بطول العمر وحسن العمل جزاكم الله خيراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر